انقلبت الساعة الرملية نحو العد التنازلي لموعد جلسة التصويت على الموازنة ساعة قلائل أمام بدء جلسة الحسم بعد إعلان النائب الأول لرئيس البرلمان عبر التغيير عن الموعد موعد يتفق معه نواب إن لم يتغير اتجاه البوصلة السياسية رغم الدفع باتجاه إقرار القانون سريعا الاتفاق المبدأي أنه يوم الاثنين ولكنه الثابت هو المتغير في العمل السياسي هذا الثابت أن المتغيرات في العمل السياسي حصل دائما ومستمر ولكن نحن حريصين على أنه تنضي هذه الموازنة هي الموازنة لأول مرة لثلاث سنوات ولأول مرة في تاريخ الدولة وهي خطوة بالاتجاه الصحيح الخشية من تغيير اتجاه البوصلة يؤكدها بعض النواب فرغم إعلان النائب الأول يستبعد نواب إن عقادة جلسة يوم الاثنين والسبب يتمحور حول خلافات على بعض المواد وحصص المحافظات المنتجة للنفط وإن انعقدت في ذات الموعد فسيمتنعون عن التصويت ما أعتقد صير جلسة أصلا وفي حال لو حصلت؟ وإن حصلت جلسة إذا ما كان هناك تساوي وفي التوزيع وخاصة المحافظات المنتجة للنفط أعتقد لن نصوت على هذه الموازنة وعلى ما يبدو أن طريق الموازنة نحو سدة الإقرار والمصادقة لن يكون يسيراً خلافات انشطارات قبل ساعات من موعد الجلسة إن حصلت ولحينها تبقى تلك الساعات حبالة لا يدرى ما ستلد من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر